اشتركوا في القناة ماذا تصنع علاج الرياء باختصار الأول دراسة التوحيد والعمل به لأنه عندما توحد الله لا تبالي بأحد في دين الله الثالث ماذا الدعاء فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورا الثالث عدم ترك العمل خوفا من الرياء انتبه خطير الشيطان إما أن يوقعك في باب الرياء أو يوقعك في ترك العمل خوفا من الرياء هذا الأخ الآن يريد صليه وقال أخاك يأتيني الشيطان وأرائي أترك الصلاة لو ترك الصلاة شرك الصلاة يصلي هنا أو يأتي في طرف من المسجد ويصلي المهم لا يترك الصلاة خوفا من الرياء الثالث إخفاء الأعمال قدرا يستطع ورجل تصدق بصدقتهم فأخفاه حتى لا تعمل تعلم شماله ما تنفق لبعض الناس اتصل عليك قال والله اليوم في المسجد النبوي بعد صلاة الفجر وإحنا خارجين من باب السلام حصل كذا وكذا يعني إيش؟ يعني أنا مصلي الفجر وجاي من الساعة ثلاثة وأربع في الليل في الصفة الأول أعرف؟ نعم وبعض الناس اتسأل على بعض الشرق قال وين أنت؟ قال يا أخي أنا حمامة المسجد النبوي وصل الفجر والعشاب يغضر واحد لا أخذ من الحرق والله سلم والتسوير اليوم حدث ولا حرق بعض الطلاب يقول طيب وهذا التسوير التسوير يقول الشب العثمي رحمه الله تعالى إذا كان فيه منفع تسوير الدروس العلمية يقول يصح أما أنه نصور الحج والعمر يتصوره الحاج والدعاء وهو يطوف ويسعى واحد من الحجاج جاء ومعه مخرج مخرج أو مصول خاص يصول له حتى إذا رجع يعني يخرج الفيلم كاملة للحج والعبادات والدعاء التي حدثت وأنت تعرف بعض الدول إذا رجع إلى الحج يصنع الزردة والوعدة والطعام ويكتب على البيت أنا رأيت بعيني يضع البيت طائرة وجبل عرفة وصورة الكعبة ويكتب ولله على الناس وحج البيت من استطاع عليه السبيل رجع بعض الرجل اسمه حسن من عندهم رجع إلى بلادي وصنع العليمة وكذا والمن بعد أيام كان يمشي في السوق اسمه حسن وهذا الصديق ينادي يا حسن هذا لا يرد يا حسن يا حسن اختفتك قلت ناذمة قالوا هذه كانت حسن صديق قال أنا حسن أدفع خمسة وعشرين ألف وأصنع المهم هو بقول الزردة والوعدة وأصنع وأكتب لافتة أنا الحاج حسن حج النبي صلى الله عليه وسلم حج الصحابة ربو الله عليه في واحد قال الحج البقر الصديق رضي الله عنه ما ش حاج وحاج وواحد كتب على بيته الحاج خمسة يعني ايش خمس مرات حج إلى بيته آل حرام وممكن واحدة منها ما كان من بيته لا حرام والله الذي لا إله إلا هو يحج إلى بعض القبور أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام وبعد هذا البعض يقول لا داعي نعلم التوحيد إذن الرياء أمر خطير خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة من الرياء رضوان الله عليهم إذن نحن باب أول أشج من خوف عليهم من الدجال مع أن الدجال فتنة عظيمة والشرك أكبر لماذا؟ لأن الرياء في كل وقت والدجال في زمن محدد والدجال فتنة ظاهرة والرياء فتنة خفية اسما أمس ألني أحد الطلاب قال هلأ أنا مخلص وأحيانا يجيني الشيطان وأنا في الجامعة الإسلامية أريد أترك المعهد من الجامعة الإسلامية لا طيب لو قلنا بهذا ما أحد طلب العلم أنا لا أدرس شخص تذيفي لا يصلي بالناس لا أحد يؤذن صح يلعب عليك لا علم ومضي وقل يا رب أرزقني الإخلاص واحرص أن تخفي الأعمال ما استطعت والله سبحانه وتعالى يغفر لي ولكم فنسأل الملنانة أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورا طيب بعد هذا ذكر المؤلف باب خطير جدا أخطر من باب الرياء ذكر المؤلف باب أخطر من باب الرياء الرياء المراعي الآن يريد ماذا مدح الناس هذا لا يريد مدح الناس يريد ماذا يقول هو يريد الدنيا بعمل الآخرة أخطر من باب الرياء لماذا؟ لأنه قد يرأي في صلاة لكن هذا يصلي إماما بالناس بن أجل مكافأ وعندما يتخرج من الجامعة الإسلامية قالوا والله الجامعة الإسلامية هذه جامعة فيها الله أنا تحملت هذا يعني حصل إن أعطيه كيف نعرف هذا يريد الدنيا أو يريد الآخرة الضابط ما هو إن أعطي رضي وإن لم يعطى سفل وزعنا كتب وهذا الأخ ما حصلت قالوا والله ها أولان ضرمي ودرس التوحيد والله ما يصلحي درس التوحيد وإن لم يعطى سفل مفهوم جامعة الإسلامية قالوا لهذا مفصول قالوا لأنكم كذب عيال كذب مثلا ويكتب في الأنترني إن أعطيه راضي وإن لم يعطى سفل أعطيكم مثال أوضح من هذا بعض الناس أيام الاختبارات ما شاء الله في الصف الأول لا يسب ولا دخان ولا صور خليع ولا شيء صح حتى تفرق النتيجة أوه بعد دخان صح عندما يخطب سعاد الشيخ معاني خطب سعاد وبدأ يزد في الصلاة تقوى الصدقات يا رب يسر حتى وافقت سعاد وما ترك الشيخ إن أعطيه وإن لم يعطى يريد الدنيا بعمل هو أخلص لكن كان الإخلاص من أجل الدنيا صحيح؟ كيف نعرف إن أعطيه راضي وإن لم يعطى أفطر من بابرية لماذا؟ لأنه قد يرائي في صلاة واحدة أما هذا عندما يصلب الناس من أجل المكافأة صح كل الصلاوات من أجل الدنيا عينوا الأخ مؤذن وقالوا هذا الشهر وزاوت الأوقاف قالت ما تعطيك المكافأة قالوا والله ما أذن إن أعطيه راضي وإن لم يعطى انتبه لا يكون غضبك ولضاك إلا للا من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قبل إلا أن تنتهي خرماته طيب الله أعلم نكتفي بهذا المقدار أسأل الله سبحانه وتعالى مني ولكم التوفيق والسداد وأسأل الله سبحانه وتعالى مني حق حقا وارزقنا اتباع الباطل وارزقنا اشتناه والله أعلم وصلى الله عليه ومحمد وعليه صحبه وسلم وإزاكم الله خيرا ما يتعلق بالكفر بالضاوة أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الإيمان الصادق والإيمان الكاذب ألم ترى إلى الذين يزعمون يعني كذبوا أنهم آمنوا بما منزل إليك القرآن منزل غير مفرور كلام الله سبحانه وما أنزل من قبل كل القرآن طيب زعم ما دليل الزعم دليل الزعم يؤمنون بالجهة والطابوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت إلى الكفر وقد أمروا أن يكفروا بمانا بالطابوت قبل الإيمان بالله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما منزل إليك وما منزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل له تعالوا نحكم الكتاب والسنة تعالوا نثبت الأسماء والصفات يقول الشيخ الإسلامي يستدر بيان تعالوا نرجع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمضاء عليهم في إثبات ما أثبت للبقاء سبحانه وتعالى نرسل المثلة ورسوله صلى الله عليه وسلم قالوا لا نريد النجمع بين المتهوكين والحياة والشرع علماء المتفلسمة وعلماء الكلام إلى الإيمان الصادق يحكم الشيعة وأراد أن يبين في الباب الثاني أراد أن يبين الحكم بغير ما أنزى الله إذا يعتقد أن الحكم بما أنزى الله لا يصل أو حكم كلام من الناس أو القوالين أو الطوارين مساوية لحكم الله أو أحسن هذا إذا اعتقد كفر كفرا أكبر وإذا اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبخ وهو الأصر في البلاد والعباد لكن قدم حكم القوالين الطوارين أو بنفسه أو حب رياسة أو منصف هذا كفر دون كفر كفر أصرر غير مخرج من منه لكن على خطر عظيم وموشف المقوع في الكفر الأمر وبهذا انتهى القسم السابق ترجمة نانسي قنقر